تجميد عملية إعادة اللاجئين الأفغان إلى بلادهم وتمديد فترة تسجيلهم حتى نهاية العام الجاري هذا ما استطاع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فليب بو جراندي إقناع إسلام باد به واعدا بعقد حوار يجمع كافة الأطراف لتقديم حلول فعالة لمشكلة قرابة ثلاثة ملايين لاجئ تعتبرهم باكستان عبءا اقتصاديا وأمنيا تطالب المجتمع الدولي بتحمله اللاجئون لا يريدون العودة لإفغانستان لأنه لا يوجد تأمين على حياتهم أو وظائفهم إذا عادوا بالمقابل باكستان لديها محددات أمنية واقتصادية تمنعها من استمرار استضافة هؤلاء ولكن اللاجئين يعتبرون أن العودة تعني بدء حياة جديدة من الصفر ولذلك هذا ملف معقد الحكومة الباكستانية أعادت قرابة نصف مليون لاجئ أفغاني منذ أكتوبر الماضي وأعلنت بدء تطبيق المرحلة الثانية لإعادة قرابة ثمانمائة ألف آخرين قبل توسط الأمم المتحدة لتأجيل تطبيق القرار الباكستاني والبحث عن حلول أخرى لقد وفرت باكستان المأوى والتعليم وصحة للاجئين الأفغان لعقود لكن الوضع الاقتصادي الباكستاني يمر بأزمة والتمويل الدولي لخدمات اللاجئين توقف كما أن بعض اللاجئين متورطون بأنشطة غير قانونية ولذلك باكستان حازمة في إيجاد حد وتشكو باكستان من ضعف تعاون الحكومة الانتقالية الأفغانية في ملف محاربة الجماعات الإرهابية المعادية لباكستان والتي تجد في اللاجئين الأفغان بيئة حاضنة للمؤيدين أو المعاونين بحسب السلطات الباكستانية بين الضغوط الاقتصادية والتحديات الأمنية تحاول باكستان التوصل إلى حل مستدام لقضية اللاجئين الأفغان بالتعاون مع الأمم المتحدة إلا أن افتقار أفغانستان إلى الاستقرار يبطئ من تحقيق النتائج في هذا الملف حيث الناصر تريتي عربي إسلام أباد